بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوتي أحبابي إن شاء الله بحول الله هذه القبول اللي ازتوا معها غتكون مجبورة الخاطر هتكون مقبولة بإذن الله هتكون عنده حطاقة نورانية في ممشات وحطات قدامة هيكون عنده الخير والخمير لأن هذا القبول رائع وأكثر من رائع غدي يديريه شهر العربي لي إن شاء الله غدي يكون عندكم خير وبركة وفضل من الله سبحانه وتعالى إذن الناس اللي ما عندهمش قبول أو عندهم نواحس ولو يكون عندهم مس ولو يكون عندهم عوارد بالعكس هات القبول غدي بعد منهم العوارد العارد في مكان ما يدورش وسطهم ما يدورش أمامهم أو يجي من جيتهم ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف قيمة هات الصور اللي غي تحطوه على هات القبول ولكن تكون تكوني نقية تكون عندك نية صادقة لله تكوني باغة تزيق قبولك وليو يكون عندك عارد من عند الله العارد إذا كنتي معه شخص معين ما يخسرش لك الوجه ديالك لأن البنت اللي عندهم العوارد تتحس بالوجه ديالها تتبدل البنت اللي تتكون مع أي شخص الوجه ديالك تتبدل وتتكون في واحد الخلعة عندها في القلب ديالها وديما هي حسب أنها مخلوعة هذاك العارد اللي تخليها ديما عندها واحد طاقة بأنها عندها واحد الخلعة في القلب ديالها وعندها قلة الثقة في النفس ديالها إذن هذا القبول رائع الولد والبنتة الولد اللي تحشم بزاف والولد اللي ما عندوش قبول مع الناس أو عندو عوارد تتسبب لي في قلة الثقة في النفس وتتعطيه حتى طاقة سلبية أنه تيبان بصورة غير لائقة بالنسبة لأي شخص البنت اللي عندها قلة القبول ما عنداش حد مع الناس لا في العمل لا في الزواج لفتحاجة المرة اللي تتكون مزوجة ولكن تيكون عندها نفور من الزواج تتكون إما هي تنفر الراجل ولا أوي نفرها تيكون عندهم وحد طاقة النحس أو العارض تدخل على العين ولا الحسد ولا السحر التفريق تيولي مس إما هي يخسر لها الراجل ولا الراجل تبليه في عينه خيبة إذن هالقبول يقدر الراجل يزوه والمرض يزوه لأن هذا تيطرد العوارض وتيكون عند القبول في نفس الوقت إذن توكلوا على الله وديروه لأن شهر العربي كله خير وبركة لأن شهر العربي كله خير وبركة إذن توكلوا على الله ونجيبوا قبولنا إذا كان عدنا المسك وسنوجو الملحة في الدار نتوكلوا على الله ونديروها لأن المسك غادي ناخد واحد القطعة نكتب فيها اسمي واسم الأم ديالي قطعة ما تكونش كبيرة تكون معتدلة معتدلة نكتب فيها الاسم ديالي والاسم ديالي أمي بغيت نحط شخص معين باش يكون عندي قبول معاه غادي نكتبوته هو معايا في القطعة المسك غادي نحط الشخص المعين اللي بغيتو يكون ليا أو بغيتو الزواج أو خاطيبي أو زوجي غادي نكتب الاسم ديالي غادي نكتب الاسم ديالي والاسم ديالي وغادي نكتب الاسم ديالي أمه واسمية أمك وغادي إن شاء الله نحط لمسك واحد القطعة إما خضراء وإما بيضاء غادي نضيف لها السانوج عدد السنين ديال البنت إلا كانت البنت عندها عشرين عام ديال عشرين حبة كانت عندها ثلاثين عام ديال ثلاثين حبة كل حبة غادي نقرأ لها يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود على هذيك الحبة ديال السانوج يا ودود يا ودود ودني مع جميع الناس أو ودني مع فلان ولد فلانة أو ودني مع جميع الناس غادي ناخد الملحة الملحة غادي نقرع لها صورة النور كاملة شوية الملحة جهد مع القا صغيرة دي الملحة عنقرع لها صورة النور صورة النور كاملة أما المسك اللي كتبت فيه سبيتي وسميته وسميت الزوج ديالي أو مع أولاد حواء أولاد آدم غادي إن شاء الله نقرع لها صورة يوسف إذا الملحة غادي نقرع لها نقرع لها صورة النور والمسك نقرع لها صورة يوسف والسنوج نقرع لها يا ودود اسم من أسماء الله الحسنى يا ودود ودني مع جميع الناس يا ودود يا ودود ودني مع فلان والتفول أنا أو ودني مع المدير أو ودني مع جميع الناس وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نوضع عديك الزيف الزيف الأخضر أو الزيف أبيض أو بابي أليمينيوم ثم الاختيار أما إلا درتوا صريرة غاتهزوها بحمالة الصدر ديما معكم أول حاجة غادي نجيب هديك الكتانة البيضاء أو خضرات حرير تكون حرير أخضر وغادي نبخرها بشوية المسك أو نحك عليها شوية المسك وغادي نحط المسك أولا غادي إن شاء الله ناخد بعد ما بخرتها بالمسك أو نرشها بقليل من الريحة أو نمسح هديك الكتانة أو ديك السريرة غادي نمسحها بالمسك ونحط فيها الحرم الأول الأول ونحط الملحة اللي قريت عليها صورة النور كاملة مع القصغيرة فقط أما السنوج بعدد السنين ديالك الناس اللي المسك غادي ناخد هاد القطعة الكبيرة نقسمها نقسمها على أربعة القطعة اللي غادي تهزو وتقرأوا عليها صورة يوسف ربع هاد المسك ربع دياله اللي غا تكتبوه بخط ترقيق بالقلم وتكتبوه الأسماء ونوضعها في الكتانة اللي حطيتها وبخرتها وغادي نعقدها بعقدة ديالتو بالأخضر أو أبيض أو بابياليمنيوم تهو صالح بالنسبة لولي يدير بابياليمنيوم ويهزو معاه في جيبو ليمن أما البنت غادي تتبخر مدة ثلاث أيام بالمسك اللي مقرأ عليه غا تقرأ عليه هاد القراءة إن شاء الله بحول الله وقوتي أتقرأ أتأخذ قطعة المسك كل يوم تبخر بالمسك تأخذ إما مقلات وإما الدير فحم ودخل غرفة ديالها ودخل وتحيد الملابس ديالها كاملين وغادي إن شاء الله تبخر بالمسك مقرأ عليه هاد القراءة باش نحيده النحس سأتقرأ عليه صورة الشرح وصورة الكوتر ثلاث مرات صورة الشرح ثلاث مرات صورة الكوتر وغادي نقرأ يانور 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 مية مرة عليه وغادي نقرأها قراءة مرة واحدة ومن بعد غادي نقسمه على ثلاث أجزاء ونقع نتبخر به إنتا أنتبخر به من مورا العشاء ما نهش معايا هذا القبول حتى أنتبخر مدة ثلاث أيام ولكن هذا القبول سيبقى تحت الرأس ديلي مدة ثلاث أيام تنكمل البخور بالمسك من مورا العشاء أنتبخر بالمسك لما قرأ ليه هذه القراءة اللي أعطيتكم إن شاء الله وغادي منثلي القراءة دي اسم النور نقول يا ربي بحقي اسمك النور أن تنور وجهي مع جميع الناس اللهم نورني مع جميع الناس أو ينورني مع جميع خلقك أو أعطيني قبول في وجهي فيما مشي تكون عندي نور على نور يا ربي بحقي اسم النور أن تنور وجهي مع فلان أو فلان أو مع أولاد آدم أولاد حوان إذن نتبخر مدة ثلاث أيام ونبعد نهز قبول لي كالين توكل على الله أي عارض غادي ينفر من ننجيزك ويولي عندك قبول مع أولاد آدم هذا القبول باش ترضي العوارض والترضي الموانع وتزيق قبولك في نفس النهار في نفس الوقت ولكن يبقى تحت من رأسك ثلاث أيام ولكن تبخير ثلاث أيام ثلاث أيام النهار اللي تحطيه تحت الرأس ديالك غادي تبخري النهار اللي تحطيه تحت رأسك غادي تبخري ثلاث أيام إذن أحبابي إلا عجبتكم الوصفة تنتمنى أنكم تديروها بيقين باش ربي سهل عليكم فهات شهر شعبان إذن أحبابي الوصفات الربانية تتبغي غير طاقة نورانية ديالك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى إذن لا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوتي ترجمة نانسي قنقر